اختبار سريع اكتب كل كسر اعتياضي مما يأتي في أبسط صورة وهذا أول كسر حتى نبسط هذا الكسر فنكتبه على صورة حاصل ضرب عددين 48 أعرف أنها حاصل ضرب الستة في ثمانية والـ 78 هي عبارة عن ثمانية في تسعة من الواضح جدا هنا يمكننا أن نبسط بسهولة أكثر فنستطيع قسمة البسط على ثمانية فيها واحد والمقام أيضا على ثمانية فيها واحد الستة أيضا نستطيع قسمتها على ثلاثة والناتج باثنين والتسعة على ثلاثة والناتج بثلاثة ويصبح الناتج ثلان في واحد باثنين على واحد في ثلاثة بثلاثة ولا يمكن أن تبسطها أكثر من هذا 35 على 60 فلنكتبها أيضا بصورة حاصل ضرب عددين 35 عبارة عن 5 في 7 على 60 عبارة عن 6 في 10 الآن يمكن لي اختصار بسهولة أكثر فاستطيع أن أقسم البسط على 5 وأحصل على 1 والمقام على 5 وأحصل على 2 1 في 7 ب7 على 6 في 2 ب12 21 على 99 ستساوي هذه استطيع كتابتها على صورة 3 في 7 99 استطيع كتابتها في صورة 9 في 11 استطيع أن أقسم البسط على 3 فيها 1 والتسعة على 3 فيها 3 1 في 7 ب7 على 3 في 11 ب33 رحلة قدم محمد سيارته لمدة 4 ساعات في رحلة عائلية استغرقت 18 ساعة اكتب هذا الجزء من الوقت على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة إذن محمد قاد السيارة لمدة 4 ساعات في رحلة استغرقت 18 ساعة إذن هو قاد 4 ساعات والرحلة كاملة كانت 18 ساعة هذا هو الكسر أوجد ناتج الضرب واكتبه في أبسط صورة 3 على 4 في 8 على 9 هذه ستساوي فنكتب الكسران أولا نبحث عن أعداد نستطيع أن نقسم البسط والمقام عليها لاحظا عندي الثلاثة هنا والتسعة هنا استطيع قسمة الثلاثة على ثلاثة والناتج 1 تسعة على ثلاثة والناتج 3 وهنا أيضا استطيع أن أقسم المقام على أربعة فأحصل على واحد استطيع أن أقسم البسط على أربعة وأحصل على اثنين أصبح الناتج 1 في 2 ب2 على 1 في 3 ب3 5 على 6 في 1 على 2 فنكتب الكسران أولا هل نستطيع قسمة البسط والمقام على نفس العدد؟ فلننظر الخمسة تقبل قسمة على خمسة فقط وهنا لا يوجد لدي أعداد تقبل قسمة على خمسة إذن لا أستطيع الاختصار إذن سأضربهما فقط 5 في 1 ب5 6 في 2 ب12 2 على 4 2 على 7 أستطيع أن أقسم البسط على 2 فيها 1 والمقام على 2 فيها 2 أستطيع أن أختصر أيضا أقسم البسط هنا على 2 فيها 1 والمقام هنا على 2 فيها 1 والناتج 1 في 1 ب1 على 1 في 7 ب7 7 على 8 في 4 على 6 أقسم البسط هنا على 4 فيها 1 وهنا على 4 فيها 2 لا أستطيع أن أختصر أكثر في البسط يوجد عندي 7 وال7 تقبل قسمة على 7 فقط ولا يوجد عندي في المقام ما يقبل قسمة على 7 إذن 7 في 1 ب7 على 2 في 6 ب12 حل كل مسألة مما يأتي أوجد 35% من 90 سنحلها باستخدام التناسب المئوي نكتب النسبة أولا 35 على 100 ستساوي الجزء الذي هو ألف على الكل الذي هو 90 نستخدم الضرب التبادلي فنحصل على 100 في ألف تساوي 35 في 90 نقسم الطرفين على 100 سنحصل على ألف تساوي لو قمنا بعملية الضرب هذه سنحصل على 31.5 أوجد 42% من 340 نكتب التناسب المئوي ثم نستخدم الضرب التبادلي فنحصل على 100 ألف تساوي 42 في 340 نقسم الطرفين على 100 فنحصل على ألف تساوي 142.8 ما قيمة 60% من 220 نكتب التناسب المئوي نستخدم الضرب التبادلي لو لاحظنا هنا دائما نحصل على ألف لأن 100 على 100 بواحد واحد مضروف ألف بألف تساوي هذين الحدين مقسومان على 100 حتى هنا ننظر ألف هذين الحدين مقسومان على 100 إذن هنا سنكتبها مباشرة ألف تساوي هذين الحدين على 100 سيكون ناتج ألف تساوي 132 ما قيمة 5% من 72 نكتب التناسب المئوي استخدم الضرب التبادلي ونحصل على ألف ونحصل على ألف تساوي 5 في 72 على 100 إذن الألف ستساوي 3.6 دراسة مسحية أجرت معلمة مسحا شاملة 144 طالبة من طالبات المدرسة ووجدت أن حوالي 34% منهن يفضلن تناول الصلطة في أثناء وجبة الغداء فكم طالبة تفضل الصلطة إذن جميع الطالبات في هذه الدراسة هم 144 فهذا هو الكل والنسبة المئوية هي 34 إذن فلنكتب النسبة المئوية 34 على 100 تساوي الطالبات التي يفضلنا السلطة المجهول الذي لا نعرفه وجميع الطالبات المشمولين في الدراسة وهم 144 نستخدم الضرب التبادلي فنجد أن الألف تساوي هذا الضرب على 100 والناتجة سيكون 49 طالبة إذن 49 طالبة تفضل الصلطة 50 طالبة تفضل الصلطة 50 طالبة تفضل الصلطة 30 night 50 طالبة تفضل الصلطة